بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في المرحلة اللي جاية من شابتر 2 هنبتدي نتكلم عن الحالات الخاصة اللي ممكن تقابلك في الحساب البيرين كابستي بتاعت الصيل واللي ما تعرضش ليها أي معادلة من المعادلات السابقة ولكن هناخدها بالفهم ازاي ناخد التأثير بتاعتها أول حاجة فيها اللي هو part 10 هنتكلم عن تأثير المياه الأرضية ازاي بتؤثر المياه الأرضية في حساب البيرين كابستي بتاعت الصيل المياه بتاعته ممكن تكون متواجدة في مكان من أربع أماكن المكان الأول اللي هو الكيس ايه إن المياه يكون موجودة هنا دي تأثر معايا ازاي في حساب البيرينج كابستي احنا عندنا لو هن نتكلم على المعادلة بتاعت الإيجيبشن أو بتاعت ترزاجي أو بتاعت سكيبتون أو بتاعت هنزن أو فيز أي واحد فيهم معادلة ثابتة المشكلة كلها تقابلك في مين في الترم ده والترم ده ليه الكيو دي عبارة عن جاما واحد في مين في الدي اف والجاما اثنين اللي تحت الأساس فبقى في عندي جاما حول الأساس وفي جاما اللي هي جاما واحد وفي جاما تحت الأساس اللي هي جاما مين اثنين لو المياه موجودة هنا اولا جاما واحد التأثير فيها مش هبقى فيه لها أي تأثير يعني جاما واحد تاخدها جاما واحد مين بلق متاخدش فيها أي حاجة تاني وفي الحالة دي كيو بتساوي جاما واحد في دي اف لكن طالما المياه موجودة هنا يعني جاما اثنين هتتأثر عندك متاخدش جاما ساتيوريتد اللي هو بيبقى مدهالك في المسألة أما لا أجيب مين لأ ده أنا عشان أستقعول عن جاما اثنين ديت لأ جاما اثنين ديت هتبقى جاما اثنين سبمرج طب ازاي يجيب جاما اثنين سبمرجد هتلاقي بتساوي جاما اثنين اللي هي الساتيوريتد ناقص جاما مين ووتر وزي ما انت تعلمت ان جاما ووتر بكام واحد طن على المتر المكعب او تسعة واحد تامانين كيلو نيوتر على المتر المكعب او اتنين وستين واربعة من عشرة باوند بير كيوب فيه ده اول كيس لو المياه موجودة هنا طيب كيس بي لو المياه موجودة هنا يعني فيه موجود فيه مش فيه منسوب التأسيس لأ فيه الطربة اللي حول الاساس ايه اللي يحصل نفس المشكلة انتفقنا انه كيو ومين هو جاما اثنين ايه التأسير في كيو والتأسير في جاما اثنين اولا ناخد جاما اثنين السهلة جاما اثنين اللي هي موجودة تحت الصائل جاما اثنين هنا لأ هنا المياه موجودة فوق يبقى لازم جاما اثنين تبقى مالها اما المشكلة بقى في الكيو اللي هي مفروض جاما واحد في مين في الدي اف هي اصلا مش اسمها جاما واحد في الدي اف هي كيو ده اللي هو ال ايه اسمه الوفر مين بيردن يعني الوفر بيردن يعني وزن التربة دي طب التربة دي بقى فيها عندي جامين في جاما عندي هنا هوت فوق المية وفي جاما تحت الايه المية يبقى انت عشان تجيب الكيو بتاعتك لازم تجيبها ازاي لازم تقول اولا الحتة دي مش سبمرجد والحتة دي سبمرجد يبقى عبارة عن مين جاما واحد في مين الارتفاع ده قديه لو كان ده ارتفاعه دي يبقى جاما واحد بلق في الدي اف نقص دي ده الجزء اللي فوق زائد جاما واحد بس سبمرجد عشان تحت المية يبقى انت بقت جاما واحد سبمرجد في مين في الدي يبقى هي دي الكيوب بتاعتي اللي انا عايزها اعوض بيها هنا يبقى ده تأثير المية لو المية موجودة في نص المسافة دي بتنقسم لتو كيسز ايه هما ممكن الاقي ان المية اللي تحت الاساس دي بعيدة قوي يعني دي اكبر من مين من بي بي طبعا قلنا المسافة اللي احنا قلنا فيها ترزاجي اشتغل عليها لا ده دي بقى بعيدة خلاص يبقى انت بتتكلم على ان دي دي بعيدة قوي المية بعيدة قوي كده عن مين عن الاساس ما تتقصرش يبقى جاما واحد هي جاما واحد بلق في الدي اف جاما واحد بلق في مين في الدي اف والجاما اثنين هي جاما اثنين بلق مفيش حاجة اسمها ساتيوريتد ولا صب مرجد ولا اي حاجة ممكن تبقى جاما ساتيوريتد لكن ما تبقاش جاما صب مرجد عشان المية فين المية بعيدة خالص اما لو كانت المية بقى قريبة هي دي المشكلة لو المية دي موجودة على عمق دي والدي ديت اقل من او يساوي من البي الدي اقل من او يساوي البي نرجع تاني لموضوعنا كيو اللي هي مين جاما واحد في الدي اف انها مفيش تأثير المية خالص فتبقى جاما واحد دي جاما واحد مين البلق بتاعنا العادية بتاعت لكن مشكلة بقى في جاما اثنين في حتة هتبقى بلق وفي حتة هتبقى سب مرجد طب اخد انه واحدة ما انا مش عارف ما هو الدي دي صغيرة انا عايز دي حقد مسافة اسمها مين اللي بي التأثير بتاعي قال لك خلاص ولا تاخد الجاما بلق واثنين ولا تاخد الجاما اثنين ساتيريت وما لاخد ايه قال لك تاخد حاجة اسمها جاما اثنين موديفايد طيب الجاما اثنين موديفايد دي قيمتها قد ايه دي عبارة عن جاما اثنين سب مرجد اللي هي تحت زائد FW في جاما اثنين بلق اللي هي فوقيها ناقص جاما اثنين سب مرجد اللي هي تحتيها طب ما أنا عندي ده وعندي ده وعندي ده المشكلة كلها في مين في الـ FW أجيب الـ FW الفاكتور ده إزاي المعامل بتاع المية ده أجيبه إزاي الكود المصري وضح لنا القصة دي وقال لك لو أنت عندك عمق هنا اسمه الـ DW العمق بتاعي أقل من مين من الـ B وإنت عايز تجيب مين الـ FW عشان نحسب جاما 2 موضفاية عبارة عن جاما 2 سب مرجد زائد FW في جاما 2 بلق ناقص جاما 2 مين أجيب الـ FW إزاي هاتي الـ DW دي تقسمها على الـ B تطلع لي بنص وبربع بواحد من عشرة باتين من عشرة وحدد الكيرف اللي أنا هشتغل بيه ده أو ده أو ده أي كيرف اللي أنا هشتغل بيه على حسب مين الـ DW على مين على الـ B وعلى حسب الـ FI بتاعت السويل اللي تحت FI اللي هي الـ Angle of Internal Friction تحت السويل عشر عشرين تلاتين اربعين أي أن كانت يعني هعمل إيه هطلع بكده وأقطع الكيرف اللي أنا اخترته هل هو بوينت 2.3 وأروح داخل كده أطلع على الـ F-W يبقى أنا لو قاعدت هنا بالـ F-W يقدر أجيب جاما 2 مودفايد ولا لأ ودي اللي بحطها فيه في آخر تيرم من التيرمز بتاعة المعادلة وبكده يبقى احنا خدنا تأثير المية الأرضية أو وضع المية في حساب البيرينك بسي هو واحد كان بيسألني دايما يقول لي طب ما خدتش ليه لو المية موجودة هنا يا دكتور الموضوع بسيط جدا لو المية موجودة هنا خلاص يبقى أنت لازم تاخد الجاما 1 دي ملها تحت المية يبقى جاما سب ميرجل وكمان الجاما 2 تاخدها إيه؟ جاما سب ميرجل يعني دي مش كيس دا دي حالة واضحة مفياش أي مشاكل شكرا